تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإعمار وتطوير بيوت الله في كافة المحافظات واتخاذ الإجراءات الكثيلة بسرعة إجراءات بناء الجوامع والمساجد في مدينة سلمان عقدت لجنة المناقصات التابعة لمجلس الأوقاف السنية جلسة خاصة لفتح عطاءات مشروع بناء مسجد وصالة محمد بهلول بمدينة سلمان وبهذه المناسبة أشهد سعادة الشيخ الدكتور راشد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بما تحظى به دور العبادة من رعاية واهتمام من قبل جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأكد الهاجري بأنه تم توجيه المعنيين في قسم الخدمات الهندسية والصيانة بالإدارة لمراجعة التقييم الفني للعطاءات وتطبيقه بصورة احترافية لتحقيق الخطة التطويرية